واحدة واحدة بقى عليك ده نبتدي منين الحكاية الحقيقة انا حابب ببتدي بس كنت لسه بستمع لحضرتك وحضرتك بتعرض المشاهد الاستثنائية اللي موجودة في مهرجان العالمين والحقيقة ان دي مش بس مشاهد استثنائية لا ده كمان ده مجهود استثنائي من الشركة المتحدة لخدمات الاعلامية مجهود جبار وهي دي مصر اللي بجد وهي دي المشاهد اللي لازم نسلط عليها الضوء ولازم العالم كل يشوفها وهما دول ولاد مصر الحقيقيين وهي دي المشاهد وهو ده هي دي بداية الجمهورية الجديدة طبعا انا اتمنى دايما ان الناس تاخد بعضها تمسك التليفونات تصور صورة لطيفة جميلة صورها ومش بقول لك اعمل بقى حاجة حطها بس على الفيسبوك بتاعك عايز تعمل حاجة لطيفة وحطها على تيك توك انت حر عايز تحطها على انستجرام انت حر بس ده اسهامك طبعا فيه انك تبقى عملت حاجة للبلد يعني عاقل ما يمكن يقول لك ايه وانا اقدر اعمل ايه ده انا مثلا طالب في تالتة سنوية ده انا طالب في الجامعة ده انا راجل لسه متخرج جديد يعني اعمل كده بس يعني اقل اقل شيء ممكن نقدمه في مشاهد زي دي وهي دي الحاجات اللي تستحق ان احنا نروج لها على السوشيال ميديا وان العالم كل يشوفها يعني فيه وعلى غرار ذلك حيات كتيرة جدا ومشاهد ايجابية كتيرة جدا لازم نسلط عليها الضوء خلال الفترة اللي فاتت مجهود جبار